الدكتور مصطفى مدبوي رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية في اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وكمان المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات والدكتور محمد الخطيب استشاري التطوير وتم خلال اجتماع استعراض الرؤية اللي تم اقترحها لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية اللي مسحيتها حوالي 32 كم مربع واللي موجودة على قائمة التراث العالمي لليونسكو من 1979 ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع خلال اسبوعين لعرض التصور النهاي المقترح وده بعد التنفيق بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة واستشاري التطوير